معركة الأمعاء الخاوية في السجون الصهيونية يطلقها الأسرى الفلسطينيون بإضراب عن الطعام تحت عنوان الكرامة الثانية احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشونها ومواصلة انتهاكات مصلحة السجون المرحلة الأولى من الإضراب سيبدأها قادة الأسرى وهم ثلاثون أسيرا على أن تشمل المرحلتان الثانية والثالثة انضمام أعضاء الهيئات التنظيمية المحلية في الأقسام وأعداد كبيرة من الأسرى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 1500 أسير كما سيشارك في الإضراب كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية إضافة لأفراد من حركة فتح أربعة مطالب رئيسية للأسرى المضربين يتضمن الأول منها تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم والثاني رفع أجهزة التشويش عن الهواتف النقال المهربة بسبب رفض إدارة السجون السماح للأسرى بهاتف عمومي ثالث المطالب يتضمن إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها أي سماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى وكذلك أهالي الضفة الغربية فيما يتمثل المطلب الأخير بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة بقسميها القديم والجديد السلطات الصهيونية هددت الأسرى المضربين عن الطعام بعقوبات تشمل العزل الانفرادي والنقل من سجن إلى آخر إضافة إلى منعهم من العلاج في المستشفيات على خلفية الإضراب ومنذ مطلع عام 2019 تشهد السجون الصهيونية توترا على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون ضد المعتقلين الذين رفعوا الصوت عاليا لرفع هذا الظلم الواقع عليهم إلا أن صوتهم لم يحرك ضمائر صناع القرار في الأروقة الدولية ترجمة نانسي قنقر